هذا هو رئيس لجنة المخابرة في الكونغرس الأمريكي أي كل أجزاء الأمريكية 16 جهاز أمريكي الناس يعرفوا أكثر سي اي اي لكن هنا في الحقيقة كان 16 جهاز أسمعوه وش يقول أكثر سيكون مقارباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا زلزال لما يقول رئيس المخابرات رئيس لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي إنهم يخسرون عقول وقلوب الناس ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع الغرب اكتشف أن إسرائيل الذي صنع منها الضحية والديمقراطية الوحيدة والجيش الذي لا يقهر والمخابرات التي تسمع النمل في الليلة الظلماء والعالم الخارجي يراها مش فقط أنهار الردع ويراها مجرمة يراها تقوم بقتل الأطفال بالآلاف قتل النساء بالآلاف إسقاط أربعين ألف طن من القنابل على أهل غزة تدمير المستشفيات المخابز المياه الكهرباء قطع الوقود العالم يتقلب ينقلب فهذه قالها لهم اللولة قال لهم انتبهوا لهذه النقطة من فضلكم النقطة الثانية قال أنا ما لتقيتش إجماعة الليدرشيب أنت على الـ IDF كانوا كبار جنيرالات أرسلوهم من إسرائيل إلى أمريكا لأنهم شعروا لأنهم بدأوا يقولوا بعض المشرعين بعض كبار عناصر في النواب والكونغرس بدأوا يقولوا المساعدات في المستقبل ستكون بشروط هذه بالنسبة الإسرائيليين عمرهم من يسمعوها ديلي شروط باش تساعدني اي نعم أنا إسرائيلي وصيوني ونخدم فيك لا 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 لكن ديلك شروط فبعثوا مجموعة كبيرة من الجنيرالات ومعاهم بعض كبار خبارات في البروباغندا باش يقنعوا هذا المجلس الشيوخ ومجلس النواب يقول لهم لا هذا خطر علينا فهذا قال أنا محضرتش اللقاء لكن خليني نقول لهم حاجة قال لهم ما بعثوش الأموال إلى عباس باش يخلص الشرطة الفلسطينية والمخابرات الفلسطينية إلى آخره قال وشاكم تديرو ماذا تتحلون هو رح تفتح عليكم جبهة هناك هو عباس رح دالكم الخدمة الشرطة هناك والحد الآن الحقيقة هم الحد الآن عندهم شهرين من اللي منعوا ليهم الفلوس صح مع ذلك عباس مازال دائر الخدمة لكن عباس رح يقول لهم أنا إلا ما تعطونيش الفلوس كيفاش نخلص أنا الثمانين ألف تقريبا أكثر من سبعين ألف من عانس المخابرات والشرطة اللي تسمى السلطة الفلسطينية فقال لهم هذه خطأ وقال أنا أنصح بأن تدفعوا الأموال بسرعة إلى عباس وإلى السلطة الفلسطينية والنقطة الثالثة قال لهم طبعا نحن نتفهم أنه يجب الآن مولوش يقول القضاء على حماس على الليدرشيب على قادة حماس لكن إذا فعلت هذا في الجنوب فهناك كارثة ستكون الكارثة أكبر من الشمال لأن الآن رح تقريبا 2 مليون من الغزاويين رحوا في الجنوب أكثر من مليون نزح من الشمال إلى الجنوب وبقي 400 ألف شمال مع مليون كان موجود في الجنوب قال لهم لازم تنتبههم ليح وجديره لأنه هذا المرة ستكون كارثة لماذا يقولهم هذا الكلام لأن الكيان الإسرائيلي أصيب بالجنون أصيب بالجنون وقام بانتقام رهيب غير مسبوق اليوم الأمين العام تعال أمم المتحدة يقول هذا غير مسبوق ما يحدث كوارث في غزة قال ماتونا أكثر من نذكر 120 أو أكثر من 120 من عمال أمم المتحدة قال هذا أكبر من موظفين أمم المتحدة هذا أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة يتم قتلهم في أي حرب في حقيقة ما أضف الشيء وهو 70 صحفي لم يقتل 70 صحفي حتى في الحرب العالمية الثانية حسبه كثير من المصادر ولم يقتل في أي حرب 70 صحفي في 50 يوم قتلوا 70 صحفي لم يسبق أن ألقيت 40 مليون كيلوغرام 40 ألف طن من المتفجرات في ضرب 50 يوم 49 يوم بالضبط أو 48 يوم على مساحة لا تزيد عن 365 كم مربع غير مسبوقة في التاريخ وهناك أشياء كثيرة غير مسبوقة قبل كاش نهار نكتب مقال نسميه ما هو غير المسبوقة في قضية غزة ونتكلموا عليه هنا إن شاء الله فرهم ينصحوا فيهم لكن النصيحة اللي بداها قال لهم إنكم تخسرون قلوب وعقول أي تخسرون تعاطف الناس ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع وهذا يجب أن تنتبهوا هذا طبعا القيادات الغربية منتبهة لهذا لأنهم برغم غضبهم برغم انزعاجهم يبقوا يعني عندهم حد أدنى من الحفاظ على عصابهم باش يتأخذوا القرارات بينما الكي الإسرائيلي أصيب كان يشعر بأنه يعني مثل هذاك الواحد مثل مثل واحد ما نيش عارف أنا عنده ديميسكل تاع سبعين كيلو الكارتي يخاف منه مخوفهم جاعة الناس قاعدت تدفعله دراهم الناس قاعدت تروح عنده باش يدافع عليها يجي واحد صغير اقصير ضعيف يضربوا يطيحوا من بعد يهبل يعني يعني هذاك الرادع اللي كان عنده وهذاك وهذا تقريبا وش صراء معه في 7 أكتوبر فهراهم الآن يقولون كالميفو يعني لازم تهدوا شوية ولازم تصرفوا بأكتر منطق وأكتر عقل لأنهم هما الجنالات الإسرائيل والنيتين يقولوا روحوا الجنوب روحوا الجنوب لقزة ونقتل هناك لأن قيادة حماس رأي هناك طبعا إذا ذهبوا هناك هذه المرة كما قالها أحد كبار المسؤولين قال هذه المرة قد ينتفض الشعوب في بلدان غربية قد تنتفض ضد ضد زعماء دعنا نرى بعض الانتفاضات يعني بعض الانتفاضات الصغيرة لكن شوف شوف وش ره يسرى في الغرب شوف وش ره يسرى في الغرب وهذه رأي تحدث الآن بشكل يومي من هي هذه نيكي هيلي نيكي هيلي هذه واحدة من كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري واحدة من نقدر مبنى عليها من السقور سقورة هكذا إذا كان يصلح هذه العبارة يعني من سقور الحزب الجمهوري وكانت حتى ومازالت مظل مرشحة للرئاسيات وكانت مسؤولة على الأمم المتحدة كانت ممثلة ترامب في الأمم المتحدة وممثلة أمريكا قبل سنوات وهي من أشهر المسؤولين الغربيين الأمريكيين ما خلاوها ستتكلم واتهموها بالإبادة ركيم شاركة في الإبادة الفلسطينيين والحقيقة أن الأمريكيين جعلوا حياة المسؤولين الأمريكيين جحيم سواء بشكل بشكل جماعي يدخلوا عليهم سواء بشكل فردي إلى درجة أن كثير من المسؤولين الأمريكيين ما ولوش يسافروا بالقطارات أو يسافروا تحت ما يخبروش باليام السافرية لأن في الولايات المتحدة ممكن تعرف حتى كنت سافري إذا قد تدخل لبعض المواقع مشاتي كبيرة جدا طبعا بايدن صرات له عدة مرات أسمع شوف هذه هذه عمور هولا صرات هذه المرة في وين كونفيرونس أوروبي بارليمن عن هومن رايت هذا البرلمان الأوروبي دائر اجتماع على حق الإنسان شوفوا الصراء عنده إذن مناضلين دخلوا للاتحاد الأوروبي ربما كانوا حتى حاضرين ربما كانوا مدعوين وخرجوا سيسفاير ناو وقفوا تلاق النار الآن وأوقفوا الإبادة موضوع الإبادة هذا عند الأوروبيين خطير لأن من بين البروباغندا الإسرائيلية إسرائيلية استندت على وقاعة حقيقية وضخمتها أو ضخمت ما جاء بعدها هو حقيقة الكوروروكوست وقع وقتل الملايين وبطرق بشعة ولذلك جات فيما بعد في القوانين الدولية الإبادة لأنه شفوا وش حدث لليهود وغير اليهود في الحقيقة في الحرب العالمية الثانية لكن الأكثرية اليهود وماذا قام الألمان وش داروا فيهم فجاءت قوانين تمنع الإبادة طبعا صرت إبادات من بعد لكن جاءت قوانين تمنع الإبادة الآن ما تقوم بإسرائيل في نظر القانون الدولي هو إبادة شكون يقولها خلنا نسمعوها من واحد يهودي من شد عناصر كان صهيوني يدافع بقوة على إسرائيل وعلى نسمعوها منه في لقاء مع ديرو مع صحفي ربما هذا من بين أشهر صحفيين الآن في العالم اللي هو مورغن بيرس شوفوا وش يقول شوفوا هنا وش يقول هذا لحقيقة سكة مورغن مورغن إجمالا مناصر لإسرائيل لكن شوف الرد أنت هذا اليهودي الإسرائيلي الصهيوني السابق الذي عمره في حزو 80 سنة ماذا يقول المترجم للقناة 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 المتحدة وحدها صرفت ما يزيد عن 340 مليار دولار وهذا من المال فقط لا هيك على الدعم الإعلامي الدعم في غلوية الدعم السياسي الدعم الاستراتيجي وجود قاعدة عسكرية أمريكية هي الأخطر والأكبر في العالم موجودة في إسرائيل دعم متعدد وطبعا الدعم الأمريكي البريطاني والألماني والفرنسي والإسباني الجميع يدفع لإسرائيل ويمد لإسرائيل ويقدم لإسرائيل وإسرائيل فوق القانون إلى درجة أنهم جعلوها وكأنها مقدسة فوق القانون هذا كله ينهار وهذه بالمناسبة تعود ترجع لبعض الناس ليقول لك ماذا استفادت غزة وهل هذا الاتفاق الآن مفيد ما مفيد لا نظرة لا تنظر هاك هناك تغيرات استراتيجية هائلة في الحقيقة بس تفيد كل المستضعفين في الأرض كل المستضعفين وليس فقط الفلسطينيين أو جيرانهم أو احنا أو كل المستضعفين في الغرب ترجمة نانسي قنقر